اوعدك ان في اقل من ربع ساعة باذن الله هيكون عندك فكرة مشروع ممتازة جدا ويبقى اقل رأس مال وحاجة ان شاء الله تكون كرياتف وتكون جديدة وباذن الله باذن الله باذن الله تكون فتحة خير على كل الناس اللي هتبدأ المشروع الجميل الصغير ده بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة زي ما تعودنا نصلى على حبيب وحبيبك صلى الله عليه وسلم في الكومنتات لعلها تكون صدقة جريعة باذن الله وكمان دعا اخواتنا في فلسطين وفي السودان ربنا باذن الله يفك عنهم الكرب اللهم ايمين يا رب العالمين يلا بينا نصلى على النبي ونبدأ الفيديو اللي معنا قطع اللي قدامنا ده يا جماعة قطع من الفهم بتاع العزل ايه هو فهم العزل فهم العزل ده يا جماعة بيكون موجود في المحلات او الاماكن اللي بيتبيع العوازل بتاعة الاسطح بيبيعوا الفهم المكبوز ده ده فهم بتكون الكسافة بتاعته عالية شوية علشان بيتحط تحت الاسمنت او بتحط تحت كسر السراميك او بتحط تحت السراميك في السقف نفسه اه لما ببقى عايز اعمل عزل مية وحرارة تمام ده قصة تانية ممكن نتكلم عنها باستفادة بعدين ولكن العزل ده بيتباع في الأماكن اللي بيتباع العوازل وفيه طبعا المحلات او الفروع بتاعة كيمويات البناء الحديث اللي موجودة في كل الاماكن في محافظات الدولة يعني يعني اي محافظة اذا كانت القاهرة الجيزة اسكندرية الغربية اي محافظة هتلاقي موجود فيها اللي هي الفروع بتاعة كيمويات البناء الحديث بيكون موجود فيها العوازل دي او المواد اللي بتكون بتستخدم في العوازل وبكون موجود فيها كمان السيلكون رابر وبكون موجود فيها البوليستر والحاجات الخامات اللي بالشكل ده كلها اول حاجة جمعنا هنا بجيب قطع مقاسات متفوتة ومقاسات مختلفة وببدأ بعد كده ان انا اعمل عليها الشغل اللي احنا شايفينه ده بشكل عشوائي انا هنا لما بشتغل بعمل حاجة زي كده بسهلك الموضوع بحيث ان انت تقدر تعمل التصميم اللي انت عايزه وتبتكره بطريقة مختلفة وبطريقة حصرية لحضرتك كمان يعني هتشوف دلوقتي الشغل اعمل ازاي هتشوف النتيجة عشان كده اتمنى ان انت ما تقدمش الفيديو ولا دقيقة علشان خاطر ما فيش حاجة تعديك بعد كده بجيب حتة المقاس بتاعها بيكون تلاتة وعشرين سنتي في تمانية سنتي او اربعة وعشرين سنتي في تمانية سنتي وبعد كده بحط عليها اللي هو الدبل فيس لازق الدبل فيس ده مهم جدا في الشغل اللي زي ده علشان بيكون افضل من اللي هو الشامع مسدس الشامع في الشغل كمان وبيمسك كويس ومش بيسيح الفيديو اللي معيه ده هوا ببدأ ان انا ارس الشكل زي انا ما عملته جنب بعضه وبحس ان انا ما سيبش فراغات نهائيا يعني كله بقى مخدم على بعضه عايز اتكلم في النقطة برضو مهمة جدا اللي اتكلمت فيها برضو في الفيديوهات اللي قبل كده وهي نقطة التسويق واللي دايما انا حريص ان انا اتكلم عليها باستفادة في كل الفيديوهات تسويق يا جماعة الخير مش كل واحد بيعرف يسوى زي التاني في ناس بتعرف تسوى او في ناس بتعرف تظهر المنتج بتاعها للناس خصوصا لو المنتج بتاعها جودته عالية وكمان شكله وتصميمه مختلف عن اللي موجود في السوق فبالتالي بيكون موضوع التسويق اه سهل جدا هنا بجيب قطعة بس بتكون كبيرة شوية عن اللي فوق بتكون كبيرة اقل حاجة من الاربع اتجاهات من كل اتجاه بتكون كبيرة سنتي او سنت ونص ولكن انا بفضل ان هي تكون سنتي وتلاتة ميلي او سنت ونص علشان بعد كده الشكل اللي معايا يكون محمل ويكون مسك نفسه بشكل كويس تمام زي ما احنا شايفين هوت ببدأ بعد كده ان انا اعلم بالقلم واستخدمت هنا اللي هو جماعة الضبل فيصل احمر ده الضبل فيصل احمر ده ممتاز جدا 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 ولكن هو في عيب واحد بس العيب هو ايه ان انا بعد ما ما بلزقه بالشكل ده لما بجأ شيل القشرة اللي فوق او الجزء اللي فوق صعب شوية يعني بيكون متعب شوية وان انا بشيله بس لكن هو كقوة لصق هو قوي قوي جدا عن الابيض كمان وعن التاني هوت بمجرد ان انا بحطه بالشكل ده خلاص انس انا اصلا ما بعرفش فكه لو جيت فكه تاني اللازب نفسه بيطلع بقطع من الفوق هنا برضو استخدمت ده ده اللاصق ده اللي هو ده بالفز ده تعبان اللي هو الابيض الروفاي عشرية الصغير ده تعبان مش حل هنا جماعة ببدأ اه ان انا استخدم السيليكون رابر اللي معايا علشان ازبط المصنع الصغير اللي انا هبدأ اشتغل به وانتج منه منتجات ان شاء الله هو تبتديت ان انا احط معايا اللي هو المصلب طبعا السيليكون رابر ده كسافة عشرة المصلب ده الكيلو سيليكون بيكون عليه خمسة وتلاتين جرام من المصلب ابتديت ان انا استخدمت الاول نصف كيلو تمام او ربعمية جرام حطت عليهم برضو المصلب بتاعهم وابتديت ان انا اقلب بشكل قوي جدا ولكن في اتجاه واحد تمام قدر المستطاع ان انت بتجيب من تحت خالص بحيس ان انت تعمل دمج للشكل كله يكون كله اخد لون واحد ما يكونش فيه ابيض لان لو بقى فيه ابيض مش هيمسك اساسا وممكن القلب نفسه بوز فمهم جدا التقليب ومش هقولك السرعة في الاداء لا يعني يشتغل براحتك برضو بس اقلب كتير اهم حاجة اتقلب كتير ويكون اه الشغل يعني ايه مزبوط اهوت ابتديت بعد كده ان انا اصب بقى في القلب نفسه انا بنظف كله لان السيليكون مش رخيص السيليكون دلوقتي في معاد نزول الفيديو ده الكيلو عامل 350 او 340 الكيلو سيليكون رابر طبعا فيه انواع منه ولكن انا بستخدم اللي هو نوع كويس يعني في شغلي علشان خاطر ما يحصلش مشاكل اللي حابب برضو يجيب وكده يسيب كومنت واقوله ان شاء الله على كل حاجة باذن الله اهوت هنا ابتديت ان انا ازود طبعا انا بشتغل وبزود براحت اخدوا بالكم يا جماعة انت ممكن تعمل طبقة وممكن بعدها بساعتين تلاتة تعمل طبعة تاني يعني الموضوع ما فيهوش منتش محكوم بحاجة معينة بس بمجرد ان انت بتحط المصلب اه لا معلم انت اشتغل بقى على طول يعني ما تحطش المصلب وتقعد هتلاقيه بمسك او شمع وباص لا تحط المصلب خلاص صب بقى وتبتدي بعد كده ان انت اه تحرك بقى الايه السيليكون واحدة واحدة تمام و لو عندك ولاعة عشان البابلس اللي موجود اساسا الهواء اللي موجود فيه بتلاقيه طالع الوش بتبدأ ان انت بالولاعة بتبدأ تزبطه اهو ده الشكل بعد ما خلص اهوات كده انا سيبته ايه ينشف بقى برحته وبعد بقى ما بينشف ببدأ ان انا افكه واحدة واحدة طبعا انا سيبته هنا يا جماعة يوم خدوا بالكم بقى من الحتة دي عشان دي مهمة جدا فيه ناس ممكن تسيبوا ساعة ساعتين بود استعجل عليه لا اه غلط حاجة زي كده سيبها يوم سيبها يومين انت كده كده مش فرق معاك يعني الموضوع يعني مش لازم في نفس اليوم اه طبعا فيه ناس بيكون الفضول بقى يعني اعنا عايز انجز اعايز اقول لا سيب يا معلم ده يوم اه لحد ما ياخد راحت ويبقى تمام انا غلطت هنا غلطة ان انا حطيت الورق ده بس انا حطيت الورق ده خفت ان السيليكون ياكل ممكن الفل الابيض ده لان في الابيض ده ضعيف جدا جدا فحطيت الورق ده كحماية يعني ولكن كان التجربة فشلة هو طلع بس اتعبني شوية بعد ما طلعه ونضف يعني اهوت زي ما شايفين قعدت ان اتضفت فيه شوية حلوين فكان مش كان التجربة فشلة يعني لكن الحمد لله احنا بنجرب وكل حاجة قدامكم وحلو ووحش بيظهر قدامكم وكله على الطبيعة الحمد لله هنا ابتديت ان انا اعزل انا بستخدم في العزل بتاعي يا جماعة بستخدم اللي هو الورنيش بتاعي الاحزية وبحط عليه شوية زيت اكل نظيف وبقلبه بشكل كويس وهو ده بالنسبة لي العزل ده انا بعزل ليه هنا انا بحب اعزل عشان احافظ على الالب انا مش بعزل كل مرة بصب فيها لا انا كل مصب مثلا 10-15 مرة ببدأ ان انا اعزل مرة واحدة وبعزل خفيف جدا جدا فكرة كلها هنا ان انا مش عايز يكون فيه شد وجذب بين المادة اللي انا بحطها ايان كانت بقى هي ايه اذا كانت جبسة او اسمنت او خليط معين مش عايز يبقى فيه مادة وجذب بينه وبين السيليكون نفسه عايز الموضوع يبقى فيه عازل اه بياخد الشكل وبياخد كل حاجة ولكن في نفس الوقت ما بيأثرش على الالب اللي معاي انا هنا يا جماعة لقيت قطعة من الفوم موجودة عندي ابتديت ان انا اعمل منها الحاضن بعد ما صبيت اللي هو القلب اللي انا عملته وحطت في الجبس قلبته على وشه وحطته في العلبة دي وبعد كده جبت جبس وصبت عليه تمام اظن الموضوع سهل جدا مش محتاج اي حاجة خالص طبعا انا هنا استخدمت العلبة دي حضرتك ممكن تعمل علبة كرتون او لو عندك علبة كرتون ممكن تحط القلب على وشه كده وتحط عليه جبس بس ممكن تخلي الجبس اقوى ان انت تحط له الكتان بتاع الجبس ممكن تحط له اللي هو الشبك او السلك بتاع الشبابيك ممكن تحط له قطع من الفوم او قطع من الجبس في حاجات كتير جدا ممكن تحط له قطع من الوماش علشان تزيد من قوة الحاضن ممكن تعمله بوليستر اساسا ولكن انا بعمله جبس لان الموضوع مش مستهل مصاريف انا هنا بعرض حاجة ان انت تعملها وفي نفس الوقت الموضوع يبقى كله في الحنين يعني اهوت ابتدت بعد ما نشفه كله تمام يعني بعدها بساعتين تلاتة الجبس مش بيغيب ابتدت ان انا افك الليلة دي كلها واشوف الموضوع ماشي معي ازاي اهوت بسم الله مشاء الله طبعا الحاضن ممتاز جدا بعد ما نضيفه وزبطته وكله تمام ابتدت بقى ان انا اشوف النتيجة بتاعت الشغل اللي معي ايه القلب المحترم ده جماعة ده قلب حجر فرعوني ديكوري ممتاز جدا جدا بيركب داخلي وخارجي كمان داخلي طبعا بيركب كدكورات في اماكن معينة في الشقة في ناس بتحب تعمل دكورات ده ممتاز جدا جدا اه وطبعا في الوجاية طبعا قمة الروعة في مداخل الفيلل ومداخل البيوت في بيركب برضو في الجناب وفي المداخل اه فكرته ممتازة وقمة الجمال اخدوا بالكم انا هنا ببارككم الطريقة طريقة الصب المزبوطة لو انا هستخدم الجبس هشتغل بالجبس بس او هشتغل بالجبس والاسمانت الابيض او الاسمانت الاسود انا بحط الميا الاولة جماعة وبعد كده ببدأ ان انا ارش معايا اللي هو الجبس واحدة واحدة زي ما احنا شايفين كده بعد كده بسيبه دقيقتين وببدأ ان انا اقلبه كله بيطلع معايا مية مية ومش بينشبه بسرعة والشغل بيطلع معايا مزبوط بعكس ان انا احط الجبس واحط عليه مية بيشك منه بسرعة وبيمسك وبيبقى مش تمام علاواتا على كده حضرتك ممكن انت بتشتري الجبس تقول بتاع الجبس نفسه تقوله انا عايز جبس مش بيشك بسرعة ومش بيشد بسرعة لان فيه طبعا نوعين اهوة يا جماعة الشكل دلوقتي هنشوفوه واحنا عاملين زوم يعني مقربين شوية هتشوفوا التفاصيل قمة الرابعة انت كده صاحبي معاك منتج محترم جدا جدا الباقي عليك انت ان انت تقدر تسوق وان انت تقدر تتعلم ازاي تلزق الشغل ده بنفسك وتشتغل فيه وتبقى ان شاء الله باذن الله ناجح في شغلك ويكون فتحة خير يا رب على اللي يبدأ المشروع ده وفي ناس كلمتني ولكن يا جماعة المشروع ده يعتبر للرجالة بس تمام لان الشغل متح بخصوصا انت ممكن تعمل كمية وهتحمل وتشيل وكده فبرضه يفضل ان يكون شباب تشتغل فيه وطبعا كل واحد برضه عارف امكانياته وعارف ظروفه ايه الموضوع مش حكرة على حد معين بس انا بقول رأي مش اكتر يعني اهوة يا جماعة بسم الله من شاء الله حاجة في قمة الجمال والرواة تعالى وبقى نشوفه وعمل ازاي من قريب جميل جدا جدا طبعا حضرتك هتعمل احسن من كده مليون مرة يعني انا انا هنا انا هنا باكتهد معك وابا حاول اوصل لك الفكرة بس يا صاحبي بس انت اه هتكتهد وحتطلع شغل اكتر من كده باذن الله في فيديو قادم فيه فكرة برضه ان انا اعمل اقلب زي ده او منتج زي ده بشكل مختلف وشكل كرياتيف وبطريقة مختلفة انا هنا بس بساعد معاك ان انت تشغل بس دماغك في الحتة دي يعني انت دماغك شغاله مية مية والله بس في الحتة دي لو شغلت دماغك وعملت اوالب بشكل جديد ممكن يطلع معاك اوالب تكون مختلفة خالص وحاجة بسم الله ما شاء الله وتفرق معاك كتير جدا ويكون منتج وبراند بازن الله كمان طبعا لو حضرتك وصلت الحد هنا انا بشكرك جدا 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 وما تنساش تصلى عن نبي وتدعال اخواتنا في فلسطين وفي السودان ربنا بازن الله ينصرهم عاجلا ليس عاجلا يا رب العالمين وما تنساش تحط اللايك الجميل وفي سؤال موجود في اول كومنت ياريت تجاوب عليه وفي النهاية انا بشكركم جدا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جدا